منذ ساعات الصباح الأولى يبدأ علوان مع أصدقائه بعمل متواصلاً لتجهيز السلات الغذائية من أجل توزيعها على العوائل المتعففة والمحتاجة في شهد رمضان الفاضيل نحن كمجموعة الشباب بياناتنا بالمنطقة وبالجامعة نجمع كل خميس ألف دينار ومن خلال دعم المتبرعين والمساهمين ويانا بهذه الحملة نساعد العوائل الفقيرة فالحملة يعني بفصل الصيف نشتر مبردات وفصل الشتاء سخانات وصوبات قدر المكان اللي نساعد العوائل ونقدم لها المعونة والمساعدة وبشهر رمضان المبارك عدنا سلات غذائية مخضر ونوزهها على العوائل المتعرفة والفقيرة الحمد لله من جماعة الشباب وجماعة أصدقائي وهذه الحملة لأعكس النظرة الإيجابية النظرة الحلوة اللي يتبشر بخير بقادم الأيام اللي نشوف جيل واعي جيل مثقف قدرنا نسوي سلات غذائية العوائل المتعرفة وقدرنا نوفر لهم هذه المجموعة من الخضروات مجموعة من الفواكه مجموعة من باقي المساعدات اللي نقدر عليها أحنا ومن خلال المبالغ للجماعة بحملة الألف دينار رمضان شهر العطاء تجود فيه الأنفس بالخير لتقديم يد المساعدة لكل محتاج من خلال حملة الألف دينار ودعم المتبرعين والمساهمين في مبادرات متواصلة ومتعددة لم تختصر حملاتهم على مساعدة الفقراء بالمال أو الطعام بل تعدد ذلك إلى تزويج الشباب حملات أيضا إلى مواد المنزل نحن بدورنا في هذه المنطقة لدينا قاعدة بيانات نقوم بزيارة العوائل عن قرب نتفحص حالتهم مبادرة في شهر رمضان المبارك تعكس مدى التراحم والتكافل وتجسد التأثرة والتماسك المجتمعية من محافظة وسط لبرنامج صباحات رمضانية ابتسام الصافي